العمل مع كل الأطراف لانتهاج اللي قاله رئيسي العقلانية والحلول الدبلوماسية ليه بقى بيقول كده الرئيس؟ نسمع وهذه نكمل الكلام قد نقشت مع شقيه جلالة المالك البحرين تفصيلاً هذه التطورات الإقليمية المقلقة وتصورات التعامل معها في إطار اتفاقنا معاً على ضرورة الحفاظ على أمن والاستقرار للمنطقة وشعبها ضد مختلف المهددات وعدم ترك مسائرها لإرادة دعاة الحروب في إطار أولوية الأمن العربي المشترك الذي نعتبره كل لا يتجزأ وقد اتفقنا على ضرورة التكسيف والتشجيع الفوري لجهود إيقاف التصعيد سواء في الأراضي الفلسطينية أو على المستوى الإقليمي والعمل على دفع الأطراف إلى انتهاج العقلانية والحلول الدبلوماسية والتخلي عن الحلول العسكرية وتصورات الغالبة والنفوذ والهيمنة والسماح للجهود المخلصة الهادفة للسلام بالنجاح فتح مصار بديل لشعوب ودول المنطقة يحمل أملاً بمستقبل توحد فيه شعوب ودول المنطقة جهودها من أجل الرخاء والتنمية العقلانية والدبلوماسية تمت ترجمتها في الجمل اللي قالها الرئيس في هذا المقطع العقلانية هي أن احنا نعمل حساب المنطق المطلق الدبلوماسية هي ضرورة إيجاد حلول سياسية ليه؟ الرئيس اتكلم على أنه الأمن العربي المشترك شوفوا يا جماعة أمن المنطقة كله مرهون بإنهاء هذا الصراع أمن المنطقة كله خليك فاهم كويس وشايف كويس ورجع للتاريخ كويس أن أمن المنطقة كله مهدد من وقت ما بدأ هذا الصراع في يمكن العشريات أو العقود الأولى من القرن العقدين الأوليين من القرن العشرين ذهاباً إلى للأسف الشديد إعلان هذه الدولة سنة 48 ومن وقتها وأصبح الأمن العربي طول الوقت في حالة تهديد مستمرة في حالة إيه؟ تهديد مستمرة الأمن العربي المشترك كله خلاص طيب إذن إحنا هنا بنحكم المنطقة إذا كنا بنتكلم على فكرة أمن المنطقة منطقياً لازم ننهي هذا الصراع مش بس العدوان إنهاء الصراع ينتهي حل نهائي كامل شامل جامع طيب هل الحلول بتبقى عن طريق توجيه الضربات الأمنية يعني هل الحلول عسكرية؟ عمر ما كانت العسكرية حل العسكرية دايماً أداة العسكرية إيه؟ أداة يعني مثلاً عاوز تشوف إنه يا ترى هل ترى هل الحرب العالمية الأولى حلت النزاعات الأوروبية عسكرية؟ إطلاقاً بل بتحلت ببعض المعاهدات وكانت معاهدات خائبة منها كانت اتفاقات باريس اللي تعملت بعد الحرب العالمية الأولى ثم لأنها كانت اتفاقات خائبة وغير متماسكة فقدت للحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الثانية أنهت النزاعات بالإيه؟ بالحل العسكري؟ لأ حل العسكري أي المواجهة ما بين دول الحلفة ودول المحور كانت عبارة عن مجرد أداة للوصول إلى إيه؟ وضع سياسي للوصول إلى مفاوضة سياسية للوصول إلى حلول سياسية لما وصلنا للحلول السياسية حصل زي ما حدكم تتذكروا التقسيم الشهير أوروبا الشرقية مع الكتلة الشيوعية أوروبا الغربية مع الكتلة الرأسمالية حتى برلين اتقسمت نصين اتعمل المشروع بتاع جانرال مارشل إلى آخره يبقى الحل العسكري كان بيبقى أداة لكن مش هو الحل النهائي خده واعكسه فورا على المنطقة عندنا احنا لما حاربنا احنا حاربنا في 56 وحاربنا في 67 بعد 67 لأن احنا ما الحقناش حتى نحارب في 67 لكن لما عملنا حرب الاستنزاف بعد النكسة مباشرة حرب ثم وصلنا إلى انتصار مؤذر والحمد لله في 73 في 6 أكتوبر أو بداية من 6 أكتوبر هل بعدها ظهر الحل ولا الحل بعد كده ذهب إلى طاولة السياسة يبقى دايما الاستخدامات بتاعة الحروب الحلول أو الأوضاع العسكرية يعني مجرد أدوات للوصول إلى طاولة النقاش السياسي ده اللي بتكلم فيه الرئيس إنه الحل أبدا مش هو أن يلا بينا نوجه الدربات متبادلة هنبدأ نضرب في بعض الحد إمتى حد يوم القيامة استحالة يبقى لازم نوصل لشيء يؤدي إلى أن احنا نعود على الترابيزة نتكلم عشان نوصل لهذا الشيء وقف حرب خلاص لأنه الحرب دي بالمناسبة الوضع القائم الآن ده على الأراضي المحتلة ويمكن بالأخص في غزة وطبعا هو ممتد لبقية الأراضي المحتلة في فلسطين وبيحصل غيره في الضفة وما إلى ذلك في النهاية لو فضل الأمور بعيدا عن السياسة لن تنتهي هيفضل يضربه في بعض وهيفضل طول الوقت حرب بالوكالة وهيفضل ده يناوش وهيفضل ده يرازي وهيفضل ده يتخنق وشان نوصل لشيء يبقى اللي بيكلم فيه الرئيس منطقي 100% قال الحلول العقلانية اللي هو إيه وقف ضرب كل الأطراف نقف ونقعد بقى على الترابيزات نتكلم ونشوف هنقدر كل واحد فينا ياخد من التاني إيه ويدي التاني إيه ما هو التفاوض كده تاني ما هو ده كده اوعى تظن أن أنت بتقعد على ترابيزة المفاوضات أنا عايز وعايز 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 في الطب تقول لك حاضر لا هو كمان هيقول لك وانا كمان عايز في حاجات بنسبها عشان ناخد مكتسبات أكبر بالبلدي وانت بتروح تشتري أي شيء مجاني ولا بفلوس بتدفع فلوس عشان تحصل على شيء طيب في فلسطين القصة مش قصة الفلوس هي قصة إنه إحنا كعرب وفلسطينيين بالأساس عايزين إيه واحد اتنين تلاتة اربعة النادي اللذين التانيين دول كانوا سهوين المحتل عايز إيه واحد اتنين تلاتة اربعة طيب هل ده منصب فقط على الطرفين ولا إنه المجتمع الدولي للأسف الشديد بشكل أو بآخر أصبح هو كمان غرقان في القصة غرقان فهيبدأ المجتمع الدولي هو كمان الأطراف المعنية يعني لازم أمريكا قاعدة على التربيزة طبعا مصر قاعدة على التربيزة مش لأنها عايزة حاجة مصر قاعدة على التربيزة لأنها دولة جوار لأنها هي الدولة الرئيسية اللي بتقود المنطقة في حد يحب ده حد ما يحبش ده هو ده الوضع وهو ده الحقيقة وهو ده الواقع